شهدت في الأيام الماضية مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة زيارة البعثة البرلمانية حال تقصي حقائق النظام الترووي بإقليم البحيرة البعثة برئاسة آدم مصطفى إبراهيمي تقرير عبد الرحمن آدم رحمة أسباب تدني المستوى التعليمي بالنسبة للتلاميذ والبحث عن آلية تخدم المصلحة التربوية فضلا عن ضرورة مشاركة كل القطاعات المعانية لروقي وتقدم النظام التربوي داخل إقليم البحيرة تلك هي أهم النقاط التي ناقشتها بإثة اللجنة البرلمانية حول تقصي الحقائق التربوية بإقليم البحيرة التي على رأسها آدم مصطفى إبراهيمي مع مختلف مسؤولية التربية بالإقليم فضلا عن أولياء أمر التلاميذ والزعماء التقليديين في إقليم البحيرة ويأتي هذا الاجتماع بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها البيثة البرلمانية إلى كل من مدينة نغوري بقى سلة فضلا عن مدينة لوا حيث انصبت جل الآراء والمداخلات أن أهمية مثل هذه البوادر كما أكدوا استعدادهم للمشاركة والمساهمة بصورة فاعلة من أجل مستقبل التلاميذ بدوره رئيس البيثة البرلمانية أدو مصطفى إبراهيمي شدد أثناء كلمته بأن الموضوع التربوي شأن يخص الجميع وداء هو الآخر كل من مندوبية التربية والمعنيين بأمر التربية من أولياء أمور التلاميذ وغيرهم داخل إقليم البحيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل بصورة متواصلة لبلغ الأحداث المنشودة في تطبيق استراتيجية رفع وتحسين مستوى التلاميذ وذلك لا يأتي إلا بتعمق النظر حول مسألة النظام التربوي في إقليم البحيرة وللتذكير فإن مثل هذه اللقاءات تشجع القائمين على الأمر التربوي كما ستفتح الفرصة من أجل ضمان مستقبل مكلل بالنجاح أنهى محافظ مقاطعة البطحة الشرقية ناجيم دو جولته الإدارية بعواصم الكنتوناد التابعة لإدارات حيث زار كل من أمساك أمحجر الريفي الصنات من أجل ترجمة سياسة رئيس الجمهورية على أرض الواقع والمتعلقة بتقريب الإداريين بالمواطنين يواصل المحافظ الجديد لمقاطعة البطحة الشرقية ناجيم دو زيارته الميدانية بعواصم الكنتونات التابعة لإدارته في هذه المرحلة خمسة عشر كانتون بثلاثة مراكز إدارية تمت زيارتها في كل كانتون استمع المحافظ إلى مضيفيه على لسان رؤساء المراكز الإدارية والشيخ التقليديين حيث صلت له الأضواء على تاريخ وجغرافية مناطقهم إلى جانب الصعبات والمشكلات الحياتية التي يعانونها المشكلات متشابهة وتتمثل في معظمها في نقص المياه الصالحة للشرب انتشار ظاهرة سرقة المواشي وقطع الطرق وكذل انقطاع المبكر له طول الأمطار في هذا العام ما يترتب عليه ضعف في الحصاد الزراعي الرسالة التي حملها المحافظ ناجيم دو حملت في طياتها مسائل الأمن التعليم منع زواج القاصرات والنزاعات القبلية المتعلقة بالأراضي كل هذه المسائل حثى على الانتباه لها والتطبيق بشأنها قوانين وقرارات الدولة وطلب ناجيم دو من زعماء الكنتونات أن يتخله عن النزاعات حول الأرض ويجب عليهم توعية مواطنيهم حول التعيش السلمي هذا وتداخل بعض أعضاء الوفدي مثل الأمينة العامة لمقاطعة البطحة الشرقية مفتش التعليم وعدد من المسؤولين الأمنيين لزيادة الإضاهي حول دور المواطن في تطبيق السياسة الاجتماعية والأمنية للدولة